نجحت كوريا الشمالية في تركي بصماتها على إحدى أهم الوجهات السياحية في آسيا حيث اهتمت بتمويل وتصميم موقع جذب سياحي في كومبوديا على مقربة من معبد أنكور يعرض حضارة منسية بأبعاد ثلاثية ورسم يمتد على 360 درجة ويؤكد البعض أن المسألة التجارية وليس لها علاقة بالدعايات السياسية الأمر الذي يخشى البعض أن يؤثر سلبا على حركة الزوار حضارة منسية تعود إلى الأضواء ببعد ثلاثة وبرسم يمتد على 360 درجة فعلى مقربة من معبد أنكوروات في كومبوديا يعرض موقع الجذب السياحي الجديد هذا التذكير بإمبراطورية الخميرة التي سيطرت بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر على جنوب شرق آسيا ويعود الفضل في إقامة هذا الموقع إلى كوريا الشمالية التي اهتمت بتمويله وتصميمه وأرسلت فنانيها لإنجازه رغم أن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على حركة الزوار مثلما ترون لا علاقة لهذا المتحف بأي مسألة سياسية تخص النظام الكوريا الشمالي هذا المتحف يهدف حصرا إلى تطوير السياحة وثقافة الخمير الخاصة بنا نحن لسنا معنيين بالمسائل السياسية وقد أنجز استوديو من سودي الشهير في بيونج يونج متحف أنكور بانوراما ويعمل في هذا الاستوديو ألف فنان أنجز تماثل عملاقة لكيم إلسونغ وكيم جونج إيل إضافة إلى مشاريع أخرى خارج كوريا الشمالية من بينها نصب النهضة الإفريقية في السنغال وتمثال جوزيف كابيلة في الكونغو أو حتى القصر الرئاسي في نميبيا والمسألة تتعلق بالتجارة وليس بالدعاية السياسية على ما يؤكد تاجر القطع الفنية هذا في بكين إن كنت ترغب في بناء شيء ما فالستوديو من سودي الفني هو على الأرجح الأقل كلفة وهذا عامل أساسي لاختياره ويعد متحف أنكور بانوراما المشروع الأكثر تموحا لستوديو من سودي وأول استثمار مباشر له خارج حدود كوريا الشمالية وبعد عشرين عاما سيصبح المتحف ملكا للحكومة الكمبودية وحتى ذلك الحين تأمل بيونغ يونغ في استرجاع الأموال التي استثمرت في بناء المتحف والتي تقدر بـ 22 مليون يورو من خلال عائداته نحن الشبه متيقنين أن هذه العائدات ستقول إلى جهات حكومية وإلى حزب العمال الكوري الحاكم ونرى أن على السياح عدم زيارة هذا المكان فعلى كمبودية في نهاية المطاف أن تنظم إلى المجتمع الدولي وأن تتخذ إجراءات مناهضة للجرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية بدلا من إيجاد سبل لدعمها ماليا ويتردد آلاف الزوار يوميا على معبد أنكروات غير أن عددا قليلا جدا يتفقدون المتحف وقد نجحت كوريا الشمالية في كل الأحوال في تركيب صماتها على إحدى أهم الوجهات السياحية في آسيا